الحكومة بتستعد لعقد المؤتمر الاقتصادي اللي كلف بيه سيات الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يتم منقشة المقترحات الخاصة بدعم الصناعة الوطنية وكمان مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وبيتم الوصول لرؤى لمواجهة كل التحديات وصياغة خريط الطريق اقتصادية للمستقبل خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الاستعدادات والأجندة المقترحة للمحاور اللي حيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي منرحب في فقرتنا بدكتورة اسماء فهمي الباحث في المركز المصري للدراسات أهلا بك دكتورة صباح الخير عليك صباح الخير يا دكتور صباح الخير يعني احنا شايفين توجيهات من سيادة الرئيسة بعقد المؤتمر الاقتصادي في التوقيت ده انتي متخيلة المؤتمر هيكون ازاي؟ توجيهات الحكومة هيكون ازاي؟ رؤيتك كده؟ تمام زي محاك تفضلتي ان نهاية الاسبوع الماضي الرئيس في فتاحه عدد من المشاريع بهائية قناة السويس اعلن عن ان هيتم اقامة مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الحالي سبتمبر الحالي وطبعا نكلف الحكومة ان هي تبدأ بتجهيز خطة العمل اللي هيتم من خلالها عرض تطورات او ملفات اقتصادية بتهم الشأن المصري هنلاحظ ان المؤتمر دوت مش اول مؤتمر اقتصادي بتقيمه مصر في مارس 2015 برضو تم اقامة مؤتمر اقتصادي ضخم في شرم الشيخ وكان يعني خلص المؤتمر على توقعات او على نتائج كانت اعلى مما كان متوقع قبل بدء المؤتمر يعني كان متوقعا هيتم طرح مشاريع واقامة استثمارات يعني بقيمة تتراوح من 15 ل 20 مليار دولار لكن خلص المؤتمر ان تم طرح استثمارات بقيمة 60 مليار دولار ساعتها 2015 المؤتمر اللي تم انعقاده في 2015 وتم بالفعل توقيع اتفاقيات بقيمة 36.2 مليار دولار في وقتها المؤتمر برضو في 2015 هنلاحظ ان وزارة الاسكان تم توقيع اتفاقيات لإقامة مشاريع عقارية واسكانية وسياحية هنلاحظ برضو وزارة الكهرباء وقعت عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركات والمستثمرين وده على اسره تم التوسع في انشاء محطات توليد الكهرباء واللي لاحظنا ان خلال الفترة اللي فاتت او السنوات السابقة قدرت مصر ان هي يعني توقف حركة او الانقطاعات المتكررة في الكهرباء اللي كانت بتتم قبل في سنوات سابقة برضو هنلاحظ ان وزارة البترول وقعت عدد من الاتفاقيات واللي على اسرها تم التوسع في الاكتشافات البترولية والاكتشافات من الغاز الطبيعي واللي ده مكن مصر خلال السنوات السابقة برضو ان هي تحقق انجاز في قطاع الطاقة واللي وصلنا لمرحلة ان هي في 2018 بفضل التوسعات والمشاريع اللي تمت في القطاع ان هي توصل لمرحلة الاكتفاء الزاتي في 2018 وبعد كده سد الطلب المحلي وتصدير الفائض وبالتالي يعني مكن مصر ان هي تزود صدراتها من الغاز الطبيعي وادخال العملة الصعبة وده هنلاحظ ان هو قدرت مصر من خلاله ان هي في سنة الكورونا يعني حققت معدلات ايجابية او حقق الاقتصاد المصري معدلات ايجابية في حين العالم كله كان يعاني من معدلات نمو بالسالة بالسالة بالضبط دي بالنسبة للمؤتمر السابق يعني انا ذكرته عشان اقول ان نتائجه كانت ايجابية وحقق من خلالها الاقتصاد المصري او الهدف منه يعني اتحقق الهدف من اقامته خلال السنوات السابقة ومعظم المشاريع اللي تم الاتفاق عليها في حينها بالفعل يعني تمت يعني او نفذت ده بالنسبة للمؤتمر او السنوات السابقة بعد دعوة الرئيس طبعا للمؤتمر الاقتصادي اللي هو في نهاية سبتمبر الحالي قام رئيس الوزراء بعد التحركات اول حاجة طبعا عقد اجتماعات مع اعضاء ادارة اتحاد الصناعات مجلس ادارة اتحاد الصناعات ووزير التجارة والصناعة يعني يتم عمل خطة خطة عمل وعرضها في المؤتمر عشان يتم تنفذها برضو من ضمن التحركات الان بيها رئيس مجلس الوزراء ان هو قاعد برضو مع محافظة البنك المركزي لبردو لطرح او منقشة الاوضاع الاقتصادية والتحديات اللي بيوجهها الاقتصاد المصري برضو تم يعني قاعد برضو او قام رئيس الوزراء بعد من التحركات برضو على او التواصل مع الوزرات والهيئات المختصة لمنقشة برضو الاوضاع الاقتصادية وما سيتم طرحها في المؤتمر والفرص طبعا اللي ممكن مصر تخرج منها نفهم من كده ان هيكون في هذا المؤتمر ممثلين عن الحكومة ممثلين عن اتحاد الصناعات ممثلين عن المستثمرين مظبوط مظبوط كل دول هيكونوا موجودين في هذا المؤتمر هل هيكون فيه مستثمرين من الخارج او دعوة؟ طبعا رجال اعمال مستثمرين هيئات دولية منظمات دولية ده كله بيبقى حاضر في المؤتمر التنسيق اللي احنا متخيلينه اللي حيحصل ما بين الحكومة والخبراء والاستثماريين شرح الجديد اللي حصل عندنا التنسيق اللي بيحصل بين الهيئات المختلفة سواء بقى في السياسات المالية النقدية الآخر المفاوضات حصلت بنا وبين صندوق النقد الدولي كل ده حيتم طرحه متخيلين في المؤتمر عشان نخرج بافضل صورة ممكنة؟ طبعا المؤتمر على رأس أولوياته سيتم نقشة ملف النهوض بقطاع الصناعة طبعا مصر وضع في أولوياتها عدة سياسات أو تحديات بتستهدف أن تقوم بيها خلال الفترة القادمة طبعا على رأسها السيطرة على معدلات التضخم وطبعا دي مشكلة واردة إلينا نتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية تضخم مستورد بالضبط تضخم مستورد نتجة عن الأزمة الأوكرانية والتي تركت إنعكساتها على الخلل في سلاسل التوريد والتي قدت إلى رفع أسعار غزاء أسعار الطاقة وبالتالي ارتفاع معدلات الضخم العالمية والتي تركت إنعكساته على الاقتصاد المصري تاني حاجة بوضعيتها المصر كأولوية لها الفترة القادمة إنه بقطاع الصناعة واللي على إسره هيقوم أو أهم محور هيتمه من نقشته في المؤتمر طبعا فمصر حتى قطاع الصناعة كأولوية لها على اعتبار أنه هيؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي تخفيض فتورة الاستيراد وده هيساهم في زيادة الصادرات طبعا مصر تستهدف أن تتحقق في السنوات القادمة عشرين وخمسة وعشرين أن تتحقق قيمة الصادرات 60 مليار دولار وعلى المدى البعيد 100 مليار دولار في السنوات القادمة فطبعا الاهتمام بقطاع التصنيع وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة ووضع خطة يعني ووضعها لتوطين الصناعة ده هيساهم في تحقيق هدف مصر اللي هو الوصول لقيمة صادراتها المئة مليار وبالتالي طبعا إدخال عملة صعبة لنا اللي احنا بحتاجينها في الفترة الحالية ده عظيم ودخلنا نسألك هل فيه إمكانية لتحويل المستوردين إلى المصنعين هل نتكلم دقيقة في توطين الصناعة وإدخال المكون المحلي كمادة خام في صناعة العديد من الصناعات المختلفة هل فيه إمكانية لتحويل المستورد الرجل ده بدل ما كان بيستورد وبيستخدم عملة صعبة وبيجيب حاجة من بره بندفع فيها عملة صعبة فانا صناها عندي وده برضه بيدخل في إطار وخطة دولة لتوطين الصناعة طبعا وعشان كده مصر قامت بعدة خطوات لإصلاح القطاع يعني قبل ما تقوم بالمؤتمر هي كانت بالفعل اتخذت سياسات إصلاحية في القطاع تسهل الاستثمار وبالتالي تنشيط أو تشجيع الصناعة إن هي أولا سهلت الحصول على الأراضي الصناعية من خلال خريطة الإصمار المتوفرة على موقع الهيئة العمل الإصمار وموقع هيئة التنمية الصناعية برضه عملت أن هي خفضت مثلا أسعار الغاز الطبيعي للقطاع خفضت أسعار في بعض الصناعات خفضت مثلا أسعار الكهرباء في صناعات تانية سبتت السعر يعني سبتت سعر الكهرباء طبعا قدمت حوافز ومبادرات لتشجيع القطاع الخاص إن هو يجي الإصمار في القطاع الصناعي وده طبعا يعني اللي هيقوم عليه المؤتمر الاقتصادي القادم وثيقة سياسة ملكية الدولة تم طرح هذا الموضوع فأكتر من مرة وتم يعني فيه منقشات كتير وآراء كتير وأعتقد ممكن يكون وصلنا لمسودة نهائية لمناقشة هذه الوثيقة إحنا متخللين ده ممكن يبقى موجود في المؤتمر اللي جاي يتم من منقشته يعني الناس تتكلم عن أبرز المشكلات اللي ممكن تواجه الناس في تطبيقها هل ده وارد أنه يكون موجود في المؤتمر؟ هو في الفترة الحالية مصر بتحاول تشجيع القطاع الخاص وتقليل يعني ملكية الدولة يعني حاليا مثلا ملكية الدولة في السوق يعني 30% مصر عايزة تخليها أكتر من 60% على أساس أن إشراك القطاع الخاص دي سياسة بتستهدفها الدولة اللي هو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمارات والدخول وبالتاني ده هيعود على الاقتصاد بشكل إيجابي ده ده مصر هدفات الدولة وده خطة الدولة أن هي في الفترة الحالية أن هي تستقطب استثمار أجنبي وبالتالي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار طيب عظيم دكتور أسماء دول كتيرة في نهضتها تعملت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإحنا هنا بندعم هذه المشروعات لكن شايفة زي نقدر ندعمها أكتر من كده زي نقدر نروج لهذه المشروعات أكتر تمام زي ما قلت حقيقي أن الدولة يعني راعت راعت وهي بتشجع عشان تستقطب القطاع الخاص أن هي قدمت لهم تسهيلات قلت لهم أنا هسهل لكم الحصول على الأراضي هسهل لكم الترخيص هسهل لكم أنا مثلا هدعم هدعم الصناعات بكذا زي مثلا تخفيض أسعار الغاز الطبيعي وتخفيض أسعار الكهرباء وبعض الصناعات عفقات ضربية بالضبط يعني تسهيلات كتير مد مرافق وخدمات للأماكن بالفعل كل السياسات دي تم اتخاذها قبل إقامة أي حاجة يعني زي قبل مؤتمر الاقتصاد اللي تم في 2015 قامت مصر بإصلاحات اقتصادية وكانت ساعتها بتستهدف تطوير أو كان عندها أولوية تطوير وإصلاح القطاع الطاقة قبلها برضو قامت بإصلاح في القطاع فهي عمت نفس الحكاية يعني الفترة الحالية عمت نفس الحكاية قبل إقامة المؤتمر مصر قامت بإصلاحات في قطاع الصناعة بحيث أن المؤتمر لما يجي خلاص إحنا جاهزين إحنا يعني سهلنا على المستثمر إن هو يجي قدمنا له امتيازات قدمنا له أعفاءات سهلنا له مثلا الحصول على الأراضي الصناعية سهلنا له قدمنا له تسهيلات معينة ترخيص وما إلى ذلك قدمنا له خريطة إصمار يعني عايز تستثمر فين دي كلها يعني زي حطينا له حطينا له حطينا له كل حاجة بحيث أن إيه وقت إقامة المؤتمر أنا هعرض الفرص الإصمارية القطاعات الوعادة في مصر وخاصة طبعا القطاع الصناعي هدف مصر مصر عايز توصل لإيه يبقى كله حاضر وجاهز وده فعلا الرئيس قام به لما أو دعا إليه إن احنا عايزين نوصل ب يعني بقيمة صادرات والهيجي عن طريق إن احنا نشجع المنتج المحلي إن قيمة صادراتنا توصل لـ 100 مليار في السنوات القادمة إن شاء الله جميل جدا يا دكتور أسماء لما يكون فيه أزمة اقتصادية عالمية أن الحكومة تسمع لرأي الخبراء والمختصين ويكونوا موجودين في مؤتمرات بهذا الشكل حضر فيها رجال أعمال وحضر فيها مستثمرين محليين مصريين يعني واحد ده ممكن ينعكس علينا به تمام زي ما قلت هايك يعني المؤتمر قايم إن أنا يعني بقول المستثمرين إحنا عندنا إحنا صلحنا القطاع وقدمنا كذا عندنا فرص استثمارية كده وفي نفس الوقت إحنا بنسمع وجهات النظر يعني إزاي نطور كذا إزاي نطور كذا دي فكرة المؤتمر إن أنا بسمع الأراء المختلفة بحط التحديات اللقصادي أو اللقصادي أو اللقصادي أو اللقصادي وبالتالي ده بيأهلني إن أنا يعني أسمع برضو أراء من مختلفة من متخصصين زي ما هايك قلت من خبرة يعني من جهات من برة وبالتالي ده هيمكنني إن أنا أقدر يعني بجانب طبعا أبعرض فرص استثمارية ده هيعود على الاقتصاد لقاء أصلا يا فندم المستثمرين المصريين والأجانب اللي جايين في هذا المؤتمر لقاءهم مع بعض في حد ذات ومكسب صحيح صحيح هايك يعني هو أيم على أننا أبعرض فرص استثمارية كل شكر لكي نورتينا وشرفتينا دكتورة أسماء عبد المنعم الباحث في المركز المصري للدراسات شكرا جزيلا لكي